السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الاثنين واحد كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 12 و 46 دقيقة من بعد منتصف ليل يوم الاربعاء لا ينتقل القمر بعديها لبرج الميزان القمر الآن موجود في منزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 38 دقيقة من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة السماك الأعزل وحياء منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح بما ان القمر موجود في برج العذراء معناته اليوم منعود لطبيعتنا الجادة منولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة او بدء برنامج غذائي او نظام غذائي او تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزن مناسب بنذهب للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل من دقيق بكل شيء منكون منظمين جدا الناس في هاي الفترة نادرا ما يقدم الدعم المالي او العاطفي طبعا العنصر العملي هو اللي بيسيطر خلال هاي الفترة على حياتنا احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هذه الاوقات طبعا هذا اليوم افضل وقت للتخلص من عادة سيئة كالتدخين او شرب الكحوليات او المهدئات او المخدرات ويمكن الحصول على حيوان اليف او بداية تربية حيوان اليف او قراءة كتاب مفيد او البدء بعمل جديد وتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج امنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء امنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية خطيرة كنا ذكرناها سابقا في حلقة الزهرة وهي زاوية التربيع سلبي بين الزهرة وبين زحل هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة وحدة وخمسة وعشرين دقيقة بعد الظهر تأثيراتها لها تقريبا أربع أيام ولكنها رح تستمر لأسبوع قادم بسبب هاي الزاوية بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للاكتئاب والنزاعات مع محيطنا دوليا بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناعات الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية مثل البنوك مثلا بتعرف نوع من أنواع الاضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير أو التبذير بيعاني المجال الفني برضو من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية لإلها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن وبالجراحة رغم أن الزهرة بشكل زاوي التربيع إلا أنه في بعض الإيجابية هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر طبعا بما أنه رح يكون في خلو مسار يوم الغد خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و35 دقيقة مساء من مساء يوم الغد الثلاثاء ورح يستمر خلو المسار لغاية ما بعد منتصف الليل لغاية الساعة 12 و46 دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 20 يوم في تمام الساعة 47 و46 دقيقة مساء بصير 21 يوم نسبة الإضاءة 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد اليوم بنسبة 70% القمر في العذراء حتى يوم 31 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الصباح سعيدة بنسبة 45% ساعات العصر سعيدة بنسبة 15% أما في ساعات المساء سعيدة يعني منتحسة بنسبة 10% عطارد في القوس بيتراجع حتى يوم 2-1 منتحس بنسبة 75% الزهرة في القوس حتى يوم 23-1 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيتراكم في العمل أكثر من المعتاد ابتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم حاولوا أنك تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا طبيبكم حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة للتوصل لأي اتفاق بهدوء بدون أي عصبية وانفعال ابحثوا عن حليف أو عن دعم واتجنبوا الإساءة للأصدقاء ولشركاكم وحاذروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم أحباء العاطفة أحبائكم أبنائكم أو والدينكم يعني هاي الأمور مقصود فيها بالأحباء بحيطكم الفلك اليوم بالنشاط والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وبرضو اليوم مناسب لممارسة هواية أو الاهتمام بالنفس ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر أو فرها حظا بالنسبة لألكم بتشعروا بالطبع نينة وبتشعروا بالراحة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم والاهتمام بالشؤون العائلية ممكن يكون في مناسبة أو حدث عائلي يلفت انتباهك بتشعروا في بعض الأوقات ببعض الحزن والتعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن أهمش أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك تلمس نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر والتنقلات داخل المدن وبرضو حاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم أنت نشط وعندك قدرة على الاتصال والتواصل والإقناع عندك سرعة بديهة عالية جدا واليوم بيسجلك لقاء مهم أو اتصال مفيد ممكن تجري أبحاث أو مفاوضات ناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري فترة إيجابية دعملة إليك حتى على المستوى العاطفي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهمش أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقن قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم تشعروا بثقة كبيرة بالنفس بما أن القمر استقر عندكم وعندكم قدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة بتكون في حياتك ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسة ووضوح في الأفكار أيضا على المستوى العاطفي الأجواء ممتاز جدا ورح تكون ملفت للانتباه للجنس الآخر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وبسيطر التعب الشديد عليكم أو على بعض موليد برج الميزان اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادي راجع طبيبه ممكن تفكر في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين ابتهدى الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية لأنها هاي فترة تعتبر محبطة جدا ومخيبة للآمال حاول إنك تعمل بشكل روتيني وما تبادر بعمل جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بيجوز تجنب اتخاذ قرارات اليوم الأجواء مع المستوى الاجتماعي بتكون دعملة إلك بقوة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وإن يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمعن خواطرك وبتختفي هواجسك فترى إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرصة برضو الأجواء جيدة على مستوى الامتحانات والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم التركيز على الأموال المشتركة بإمكان كل يوم تتفحصوا حساب مالي مشترك ولكن خففوا من النفقات صحتكم أو صحت قليلكم ما يبلغ لكم بتكون بحاجة للرعاية كن مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي والتسلط به ابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية ممكن تهتم بموضوع يتعلق بضريبة بنك أو ميراث مثلا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم اليوم جيد للعمل المشترك أو يساعدوك بعض الأشخاص لإنجاز بعض الأعمال نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هاي الفترة الضغط كبير والأوضاع ممكن تصعب وتتعقد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتهب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء